اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباحكم الله بخير جميعا وحدثتكم الدكتورة عاش البسطي اذكركم برغامة تواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله ويانا طبعا بداية مبروك عليكم الرحمة الله يجعلها انطار خير وبركة علينا وعلى بلادنا ما شاء الله الاجواء هالفترة يعني مثل ما نقول ما توصف روعة من الآخر فيعني ان شاء الله يدوم علينا هذا الجو الجميل خلال هذه الفترة ان شاء الله نصايح خفيفة بالنسبة للناس اللي على ادوية ربو على ادوية معينة يفضل انهم يستمرون على هذه الادوية ياخذون احتياطاتهم خاصة بالنسبة للاطفال نركز على ان لبسهم يكون دافي ما يطلعون في المطر يلعبون يدخلون في مكان بارد يعني نركز على اشياء معينة ان شاء الله عساس ما تصير لنا اي ظروف طارئة او ظروف معينة تأدي الى ان ما نستمتع بهذا الجو الجميل مستمعين مثل ما عودناكم فقراتنا تكون تنوعة ويانا بداية فقرة السوشال ميديا ويانا زميلتنا اسمه الجناحي صبحت الله الخير اسمه صبحت الله بالنور السرود السورة عليك وعلى كل مستمعين اذاعة نورة بيت صبحت نور وسرور ومبرك عليك تلرحمة الله يبارك والله الاجواء كل ما ينزل للمطر حتى ان اخيرا بجينا انتشافي في الدولة الحمد لله شوي سبحان الله احساس البرودة شي يعني حلو خاصة الاجواء الباردة عنا يعني سبحان الله تحسين يعني تكون سبحان الله سعادة وبهجة تكون للجميع نحن بعد نمصحهم بس انه تموض عندهم حد كبير في العمر هذا انه يعني يتأكدون انهم متدفين صح لان هذول الابطال الكبار سن شوي التغيرات الجو تأثر فيهم صحيح نتمنى انهم يتأكدون انهم يعني متدفين حتى لو اننا مثلا الشباب شي عادي بس يعني لما في اعمار تكون وايد اتسادهم حساسا مع تغيرات الجو صحيح نتمنى انهم يركضون على تذبئاتهم صحيح غير هذا انهم موجودين حياتي مؤتمر لمراضي العاصر لامراضي انف الأذن والفنجرة والضرابات السمع والتواصل وموجودين ساعدين نغطي هذا الحدث اليوم والاستاح وفيه وفيه وقت اشتار ستكون موجودة في غنوات سواصل اجتماعي عندنا انهم يتابعون ويشوفون الاشياء اللي نفتح غير هذا انتحطينا تبتا نقول اختارها صح هل الغذاء الصحي ام مكبرات غذائية الجميل من اغلب الاشخاص اختارها وجواب الصح هو الغذاء الصحي لكن ايوان هناك نسبة كبيرة تقريبا من 20% تقول المكملات الغذائية هي الاختيار الأفضل المكملات الغذائية بتكون مهمة لكتوها اذا كان هناك اشراف صبي يعني مثل ان يحتاج جسمه يعني ما ينطف ما ينطف الدواء صح فهني بيحتاج ان يكون مثلا مع مكملات غذائية لكن بعد واحد هذا شيء طبيعي اخذ كثير ما أبال لا للاحتمال الجسم يعني الجوز كان زيادة يأثر ممكن يتسموه ممكن يضرب بطريقة او باخراء وما ناخذها انها بس فايدة يعني يعني يمكن ناخذها ان لا هذا له فوايد صح لفوايد بس بعد الكث اكثار له مضار كذلك ما انه له فوايد صح انا اخذه بطريقة انه جسمي الرسالة الصفاحية اللي تقول الرضا الذاتي وتعزيز الثقة بالنس امران مهمان ان اردنا حياء اصف صحة وسعادة ودمتوا بصحة وسعادة اسمال جناحي شكرا لك مستمعين اكاثيان زميلتنا اسمال جناحي وطرغنا طرغة المواضيع تخصص سوشيال ميديا واغلب ما يدور فيها الطرغة يمكن موضوع جدا مهم اللي هو بالنسبة للمكملات القذائية صحيح يعني نسبة كبيرة مننا نحتاجها ونحتاج انضيفة حتى لوجباتنا اليومية او كذلك لحياتنا اليومية بس كذلك ولها فوايد كثيرة يعني لو نسمع عن اشياء يمكن لها فوايد كثيرة بس بعد نحتاج ان ناخذها في مضمون او في محيط معين يعني ما اكثر منها اذا ما احتاجها ما ااخذها ما ااخذها على كيف بالجرعات الزايدة يعني فرضا اخذ فرضا نقلنا واحد من الفيتامينات ما ااخذ بجرعات هالجرعة اللي موصة فيها يوميا خلاص ما ازيدها اذا انا مريض او عندي مشكلة فيها او عندي نقص فيها بتكون جرعات مختلفة حتى طريقة اخذ هذا الدوة تكون مرات مختلفة بدون ما تكون كحبوب او شراب او تكون عن طريق الحقن في حالات معينة في حالات معينة بتحتاج مكملات غذائية بصورة دائمة هذا معروف على ادوية معينة تسبب عدم امتصاص هذه المكملات او على يعني عند جراحة معينة مسونها او عند مرض معينة مسونها صحيح يحتاج كميات كبيرة بس في حالات معينة ما تحتاج هذه الكمية الكبيرة يعني اذا استخدمها يعني اخذها من مصدر قذائي تكفي وتكون يكون اخذ حاجة الاساسية نستمعينا نطلع بخصوص نطلع من موضوع السوشال ميديا لموضوع ثاني وهو دراستنا مثل ما خلال فقرة البرنامج واللي اليوم بتتكلم عن التعرض للتلوث قبل الولادة يتسبب ارتفاع السكر خلال الطفولة اظهرت دراسة طبية ان الاطفال اللي يتعرضون لتلوث الهواء وهم لا يزالون في الارحام معرضون لارتفاع مستوى سكر الدم خلال الطفولة مقارنة بقيرهم مضيفة ان التلوث بالجسيمات الدقيقة قد يكون من عوامل الخطر البيئية وراء الاصابة بالسكري وركز الباحثون على ما تسمى بالجسيمات الدقيقة 2.5 او 2.5 وهي مجموعة من الجسيمات الصلبة والسائلة قطرها اقل من 2.5 مايكرو ميتر ومنها القبار والاتربة والدخان وارتبطت هذه الجسيمات في السابق بالاصابة بالضرار في الرئة وزيادة مخاطر الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وشملت الدراسة 365 طفل بمدينة ميكسيكو ستي تعرضوا لمستويات تلوث بالجسيمات 2.5 بلقت 22.4 مايكرو جرام يوميا في المتوسط لكل متر مكعب من الهوى في فترة الحمل وهي أعلى بكثير من مستوى 12 مايكرو جرام اللي تحددها الجهات التنظيمية المكسيكية وأوضح الباحثون أن تعرض الأطفال وهم أجنة للتلوث بالجسيمات بهذا المستوى ارتبط بزيادة سنوية بنسبة 0.25 في الهيموغلوبين السكري اللي هو الـ لديهم بعد تجاوزهم سن الخامسة وحتى السابعة وقالت الدكتورة ايميلي أوكم من جامعة هارفورد في بوستن التي شاركت في إعداد الدراسة أنه توجد أدة تفسيرات محتملة للتأثير المباشر للتلوث على مستوى سكر الدم لدى الأطفال منها أن التلوث سبب قدرا كبيرا من الالتهاب ونحن نعلم أن التعرض لمسببات التهاب أخرى قد تؤثر على تطور الأعضاء ووظائفها مثل المخ والبنكرياس والكبد والعضلات والدهون وكلها تشارك في تنظيم نسبة السكر في الدم بطرق لها آثار طويلة الأمد وهذا واحد كذلك من الأشياء التي تشفوها بخصوص التعرض للملوثات أو التعرض كذلك للملوثات البيئية عموما ومنها ذكر القبار في فترات حتى الحمل يعني الطفل توصل حتى يوم يكون بعده في رحم أمه يعني بعد ما طلع على هذه الحياة وتأثر سلبا مستقبلا يعني الواحد قد ما يقدر يبتعد هن الأماكن التي تكون فيها تلوث وحتى لو كان مكان عمل أو مكان سكن يعني حتى لو مرة أو مرتين في الأسبوع يطلع على مكان تكون التهوية في أكثر تكون نسبة التلوث سواء بالنسبة للقبار بالنسبة للدخان وهذه الأشياء تكون أقل وهذه الحمد لله متوفرة في كل مكان حتى لو الشخص قاعد في مكانه والمكان أصلا ويتعرض لتلوثات خارجية كثيرة مستمعين طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم خلكم ويانا صحة وسعادة مستمعين الأعزار جعينا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة لك لكم برغامة تواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 حياكم الله فقرتنا الحين بنتكلم عن تخصص طبي يعني جدا مهم ولا أحد يقدر يستغنى عن هذا التخصص هالتخصص يعني ينقذ يعني أنقذ ولا زال ينقذ أرواح ناس كثيرة وتدخلة يلعب دور كبير في حياة ناس كثيرة وفي كذلك مثل ما نقولها البروغنوزز أو حتى في فايدة العلاج تكون أسرع وأسرع اليوم بنتكلم عن خدمات الطوارئ وبنتكلم أكثر عن خدمات مركز الطوارئ في مستشفى راشد ويانا بتكون الدكتورة سارة كاظم استشارة طب الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث في مستشفى راشد صبحت الله بالخير دكتورة سارة صبحتك الله بالنور والسرور حياة الله يانا ومبروك عليكم الرحمة الله يبارك علينا وعليكم الله يسلم دكتورة طبعا خدمات الطوارئ يعني الهدور كبير يعني في يعني مثل ما نقولها طبيا كذلك وكذلك يعني دورها يعني في انقاذ حياة ناس كثيرة فحابين ناخذ نبذة عن خدمات مركز الطوارئ في مستشفى راشد أولا أشكر البرنامج على اهتمام وخدمات طب الطوارئ وهذا الشي بلاي سرنا لنا نحن عن نبوة نوصل للناس نبوةهم يصولنا نبوةهم يفهموننا نحن كخدمات طبية طبعا مثل ما قلت خدمة طب الطوارئ نحن نقدمها حتى المرضى لأي محالات حارجة يتم ألاجها وتشخيصها عن طريق طبيب الطوارئ يعني لو رحنا قبل ما يكون طب الطوارئ موجود كتخصص قام بذاته كان المريض يجيب المستشفى يشوفه طبيب عام مو مختبط تخصص بعدين يقرر يقول بحول الحالة إلا المفصدة بحوله على القلبية مثلا يهي دكتور القلب يشوفه فياخذ وقت دكتور القلبي في حس المريض يقول لا هالمريض يشتاج يشوف دكتور صاني باطنية مثلا ويتم من دكتور لدكتور لدكتور مختص طب الطوارئ يعني بكل كل الحالات من ما يكون طفل صغير تهو مولود لين كبار السن أي حالات حرجة يتم في الطوارئ يشوف يتعامل معها طبيب الطوارئ وبعدين يقرر المريض يحتاج يطلع من المستشفى ويعطي مثلا الموعد يطلع من المستشفى هاي أغلب الحالات اللي تتين وبعدين في حالات يعني جزء بسيط تقريبا 10% من الحالات يقرر الطبيب لا هاي لازم تدخل المستشفى فهني نادي الطبيب المختص بس عقب ما احنا عرفنا تشخيصه شو اللي عنده نعم وهذا يلعب دور كبير يعني حتى في الوقت اللي المريض يلقى الخدمة اللي هو يحتاجها بدال ما يضيح هذا الوقت وهو ما بعارف عنده منه بالضبط هذه الخدمة يقدر ياخذها أو هذا العلاج بالأصح صحي كنا عمل وهذا واحد مهم المريض مرات هالشيك التأخيل اللي كان يستوي قبل ممكن يأثر أولا مهما وقت المريض على صحة المريض بطريقة سلبية لأنه في تأخر في معركة شنو هذا عنده وعشان عالجه هاي المهم في العالات حالات الحرجة للتينة صحيح يعني قبل كان مثلا دكتور التخدير لازم ينزل عشان يخدر المريض حي لا هذا احنا نسوي في العظام في العظام مشغول بشيء ثاني في ممكن ييه متأخر على المريض فهاي الأشياء خلط استوات لنا احنا يعني عرص نسويها فالوقت تتأثر جودة العلاج للمريض يحصل تغيرات وهذا الشيء ويد مهم الناس يفهمون لأننا نحنا نحن يشوفون احنا كطباء مثل ما قلونا نجينا طباء عامين مثلا احنا نتخص طوارئ يعني ان درسها يكون دراسها من اربع لخمس سنوات وفيها شهادة زمالة صحيح ما عندها الشهادة يشتغل في قسم الطوارئ حيث صحيح كل الأطباء لابد أن يكونوا مختصين يعني حالة حالة القلب الباطنية فهي حالة وكذلك دكتورة يعني يعني طريقة حتى تعاملكم مع المرض نفسه يعني تختلف عن اي تخصص ثاني لأن هذا اصلا روحة تخصص لأن حين لو رحتي مثلا الأقسام الثانية المريض يأي بموعين يتشوف الدكتور أو متنون في المستشفى فالدكتور يعرف شنو صحيح لأن احنا المريض لينا ما يعرف شنو فيه صحيح مرض حتى ممكن نبدأ بعلاجة وبعدين تطلع التحاليل ونعرف فهذا الشي يعني اللي ما نقولها التحدي يعني يتحدى وبالعكس نحب ندخل هالتحديات يعني لنتشوفين كسر صعوبة في التنفس في الألاجات لما نبدأها تأثير اللحظة هذا ضايد يعني يريح الواحد يعطي مثل ما تقولين دافع إيجابي صحيح سواء للمريض أو سواء حتى كذلك للطاقم الطبي والطبيب كذلك هي للمريض يتألم يعني قبل يتريب الساعات أحيان لا على طول دوين أعطاله حتى من يعني أن حين التمريض لو شافوا من الباب المريض شكل تعبان سواء فرض المريض أو التسجيل أو 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 على طول ندخل الغرفة ونبدأ بعلاجة ونحن نبدأ في علاجة حد ثاني من المستشفى يروح يكمل تسجيلها فما نأخر المريض أول ما يهل واحد يجب من تعبان خاص ندخله على طول ممتاز ننتقل لهذه النقطة بما أنه في حالات تتغيم حتى قبل ما يشوفها الطبيب اللي هي نسميها بلاج الطبي ترياج بروسس فحبين نتكلم أكثر دكتورة عن الترياج بروسس يعني موجود في مستشفى رسجد في الطوارئ الترياج بروسس أو تصنيف الحالات هاي موجودة عالميا ليش؟ لأنه قالوا المرضى اللي يون أكثر من الطاقة الاستيعابية للأطباء الموجودين نعم فأحين منهم اللي نشوفه مموليها قبل اللي حالته أخطر فهالتصنيف يفاعلنا فيه معايير معينة موجودة فيها هو التصنيف عالمي نعم يحدد لنا مثلا إذا كان رقم واحد أو ثنين هذه الحالات اللي يقول لك على الطول من عند الباب ندخلها ما يتريون وقت الانتظار يكون صفر تكون حالتهم خطيرة يحتاجون تدخل سريع سريع ولحظي يعني يقولون اللي هو عالات الحرجة والأقل يعني تكون مثل ما يقولون حرجة بس الدرجة أقل يعني مثلا يقول هذا الدرجة أقل يعني المؤشرات العالمية تقول ممكن يتريعها 15 دقيقة بس لا إحنا هالثنين على طول لحظية ننشوفهم بعدين مثلا الحالات المتوصلة اللي هي رقم ثلاث ناتبها هاي الحالات إن أقصى مدة المريض يقدر يتريع هذا موما نحن نحن نخلي المريض يتريع بس أقصى مدة يقدر يتريع فيها 30 دقيقة إحنا نحاول طبعا ننشوفهم أسرع ما يمكن المرضى بعدين هذه الحالات البسيطة اللي هي 4 و 5 نسميها هاي ممكن يعني حسب المشاكل تريع ساعة وساعتين لكن الحمد لله إحنا المرضى اللي هيونة سواء كانت حرجة متوسطة أو خفيفة مدة الانتظار عشان يشوف طبيب الطوارئ يكون أقل من الساعة أقل والقصد حتى لو نقولها ساعة أو ساعتين يعني موضى القصد أن بالانتظار لا لأن في حالات ثانية يعني تكون محتاجة وتكون طارئة فنحتاج يعني تحتاجون تشوفونها قبل وإن شاء الله تكون يعني أقل حتى يعني نفس ما ذكرتي دكتورة سارة أن أقل حتى عن الساعة تشوفون هذه الحالات اللي هي أربعة وخمسة نحاول ومرة شنساوي مثلا يعني إحنا قالين يعني فيه طرق كثير قاعدين نحاول نسويها حين أن ننخفف أو نسرع في مثلا تحاليلها حين إحنا في الطوارئ لدينا مختبر خاصنا اللي بس يسوي تحاليل مرة الطوارئ الشيء قسم أشياء خاص عنا أشياء تسي تيوعة والأكس راي موجود في قسم العاش اللي عنا وفيه واحد ثاني في قسم الطوارئ فهذي المخصصين بس حق مرة الطوارئ مرات أي المريض قبل ما يدخل على الدكتور يكون عنده مثلا يبين أنه عندك أسر فيه دكتور مبدئيا يروح يعطي مثلا إذا يحتاج مساكني أخذ المساكن يقول روح الأشياء مثلا ويخلص الأشياء يومي يتريد دورة خلاص الأشياء الطالعة ما يحتاج يسوي زيارة ثانية حق الأشياء إنه حين يشوف الدكتور والدكتور صح استضلال أولي يعني ممكن ما تشعر كل شي بس أنه طلب التحاليل اللي اللي الحسن موجود طبعا فيه معايير معينة للأشياء معينة إنها التحاليل مثلا العرض السلاني هاي التحاليل المناسبة حقها واحدة يبين نفسي خلاص لأن هذا يحتاج أشعة، يؤدي الأشعة ويأي ورصة في الانتظار يتريد الدكتور يكون في الشيء جاهز ممتاز هذا الشيء الذي قالنا الإنسان طبقه أحيث وعشان نسرع أن المريض يتشوفه ممكن بعض الناس يقولون مثلا الدكتور متأخر شافنا بس فيه دكتور قبل بدأ بمثلا علاجة صحيح أنزل ويكمل علاجة عن الدكتور داخل صحيح ممتاز فيه مداخلة دكتورة سارة بناخذها سلام عليكم عليكم السلام ومطل الله وكارك الله بالخير أخويا خيرنا ويما حباكم الله يحييك حياك الله يوقت الله يحيي الله يسلمكم وما جرين على عماكم كلها طبية إنسانية رغم أن في بعض في أغلب المستشويات أو الحيادات الخاصة أصبحت المهنة التجارية مثل التعليم التجاري وغير وغير بس الحمد لله ما شاء الله تبارك الله يعني خدمات هيئة الصحة ممتازة الحمد لله الحمد لله شاهد نعتز فيها نعم يقولش بكل حلة إلا بس الحمد لله يعني يعني الطيبة يعني طب الغالب على هيئة الصحة طيبة تموم وتعامل حسن تعاملهم الله يخليك خويا وحب أشكر بالذات يعني بشكل عامل هيئة الصحة وبالذات الموظفة يسمونها المونة العبيد لي هذه الصراحة موات قصر يعني تأدي واجبها وفوق واجبها بزيادة وفي دكتورة يسمونها دكتورة عان بعد أن تكون في ند الحمر نعم يعني هذه ما شاء الله عليهم الهنتين يعني يقدم واجباتهم بزيادة إن شاء الله بنوصل إن شاء الله هذا الشكر الله يسألوك وعندي اقتراح بالنسبة يعني عثاتي خف الضغط يعني حبة دا لو مثلا هاي الخدمة اللي مقدمينها مثلا أول ما يديش المريض يأخذون فحوصات عنها عشاء أو غيرها عايتوفر وقت زين ووقت الطبيب بعد أول مرة يشوفها ثاني مرة يشوفها عايت تختصر هاي شي ضيب وشي الثاني ليش ما يتم تأهيل الممرضين أو اللي يحب يعني يدخل في الطب بدون ما يدرس خمس سنوات يدرس شي معين الحين اللي نشوفه مثلا الدكتور دارس مثلا خمس عشر سنوات فيه جزئية معينة يعني هالجزئية تحتاج إلى ممارسة الواحد يعني بيهضمها بيقدر عندنا عايتم المثال قبل عندنا هين ديكاترا كانوا يشتغون نيرس عند الديكاترا لإنجريز زين تعلموا منهم شوي شوي أصبحوا ديكاترا هالجون بوحهم وكيف يعرفينهم وياي نؤياك نؤياك يعني أنا أقول يعني حبذا لو تم تأهيل الممرضين ومرضات زين وبعض الراغبين من غيرهم من خارج الهيئة الطبية يعني شي ممكن يتعلم يتم تعلمه يعني خلال فترة وبالممارسة بواحد يعني يهضمها صحيح وبنتكلم وبنشرح لك فيه شي معينة يعني يعني تكون يعني الشخص لازم يكون مؤهل لها عساس يمسك أي أماليات حتى ممكن يعني على مرض الأيام الممارسة وهذا ممكن واحد يعني 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 يتقنها بس نقصد يعني الطب بشكل عام مثلا العين مثلا الأنف والأذن والحنجرة والحمة وغيره وكذا والأشياء مثلا هاي من البداية ممكن كل واحد يتعلمها فيه أشياء كبيرة ممكن يعني تبال دورات شوي وخلاص يعني يصبح يعني في متناول الجميع يعني كل واحد يقدر يعني يمرض نفس يمرض أهله يمرض كذا إن شاء الله بنت حدث وضحة المعلومة صح وضحة المعلومة والشكر اللي قدمت الهنت إن شاء الله مون العبيد لي والدكتورة آن الدكتورة آن نعم لد الحمر إن شاء الله هاي صراحة يعدن واجبات وبلس ما شاء الله شكرا على الإطراع شكرا على مداخلتك عليك والسلام الله يبكي العافية دكتورة سارة بالنسبة لمداخلة أخونا بخصوص بخصوص تأهيل أحد من الممرضين لممارسة يعني أو تأهيل حد من الطاقة من الطبي لممارسة هذه يعني فيه أشياء معينة يقدر يسويها خلال التقييم أو المريض فهذا هو الشيء بالعكس مبادرة حلوة وهاي بالشكل ما نحن نسويها بمعنى أحين الممرض بعد دارس دارس تمريض يعرفون شو الحالات الحارجة يعرفون هالمريض عند ألم في الصدر يحتاج تخطيط قلب يقولون هالمريض مبصع بوديه على طول الغرف الإنقال فهل الشيء هم عندهم هالحيث والحين بالعكس نحاول إذا شاهدوا مريض يعيب أعراض معينة أكثر العراض للتينة مثلا ألم في الصدر في فقصات معينة هساب تنسويها مرات تكون فقصات غير الحين نحن قريب هالتمريض ممكن يطلب الفقصات ودكتور يوقع عنه فقصات محطوطة خلاص محطوطة روح المختبر روح تحاليل وتعال ارجع روح الانتظار وشوف المرطة التمريض بالعكس ندربه ونسوي ونسوي لنهاية لابد من الطبيب المختص في هالشي لأن الطبيب المختص يفكر في أشياء ثانية مثال ألم في البطن عند الجراحة بشخصة مثلا الزايدة عند البطن ممكن يعاز شخصة مثلا ارتهاب في البنكريات أو حموضة في الدم اللي هو دي كيين سميها وعند النسائية ممكن يكون حمل خارج الرحم فكل واحد حتى بتخصص يفكر بأشياء لكن طبيب الطوارئ يقدر يفكر فيهم كلا ويحاول يفرزهم شوف هالحالة بتكون صحيح وها اختصر الشيء وهايدة على المريض أن يتلقى العلاج المناسب له في وقت محين أو محدد فهي التمريض بالعكس صريق واحد ونحاول هاي شاستوال فيها التراخيص صبية ولازم نشوف شو القانون مثلا شو يقول لكن القانون يسمع بس إحنا قانين نحاول نعلمه أوكي يون دكتورة ترى هالمريض عنده ألم في البطن نحتاج فالدكتور يشوف يقول اي صح بيطم التحالي صحيح دكتورة ننتقل النقطة له أبرز الحالات المرضية اللي يستقبلها المركز عندكم طبعا احنا حالات نشوفها من الحالات البسيطة كلها للحالات الحرجة فطبعا الجلطات الدماغية والذبحات الصدرية هذين يعني أعلى ثنين نشوفهم وراها هتي حالات الطوارئ الكسور الإصابات بدل عن حالات الباطنية اللي هو التهابات الزوار يعني في الإصابات التنفسية أو التهابات تقرام البول مثلا أو الكلة حالات التشنج العصبية الحالات النفسية الحالات الجراحية مثل ما قلت الزائدة أو أي حالة جراحية أخرى حالات التسمومات الدوائية التينة حالات السكر النزيفة الدماغية يعني تتنوح حالاتكم نفس ما قلت من الحالات البسيطة إلى الحالات الحارجة. في اليوم دكتورة في حوالي كم مريض يستقبل مركز الطوارئ في مستشفى راشد؟ طبعا الأبرج حوالي 500 مريض في اليوم. ما شاء الله عدد كبير نشوفهم. هو عدد كبير. احنا حاولنا لنسل المرضي مليون يونت مثل ما قلنا في ويف. مليون مرة واحدة. صحيح. ففي فترات معينة تكون فترة هدوء مثلا مريض مريض. في مرات 30 مريض وخلصة خاطئين مريض في الساعة نفسها. فإحنا سوينا مثل دراسة وتشفنا متى هاي أوقات الذروة يعني غيرنا في النمط ديكاتورة مثلا لغطون الشف. ففي أوقات الذروة مثلا عملنا على توفير من 14 إلى 15 طبيب يكون موج صحيح. فهذا يعني من الأشياء للساعدة. وفي الأوقات اللي ما فيها زحمة قلنا عدد الأطباء لأنه يعني ما في وائد مرضى. صحيح. والتركيز على الفترات اللي تكون فيها اللي قاسة. وهذه حولناها من سنة تقريبا والحمد لله يعني التجربة نافحة. الحمد لله. تي مرات طبعا أنه يكون بعد أكثر الدمان بما يقولون المطلوب بس شوية سبوة مرونة وسهولة في حركة المارفة. وما سنة احنا في أشياء ثانية يعني نفكر فيها كيف ممكن نعجل في أشياء بانطبقها بانتشوف أنه تسرع رحلة المريض في الطوارئ. ممتاز. ممتاز وهذا شيء وايد يعني بيقل الموقت الانتظار وحتى من أخذ المريض لهذه الخدمة. صحيح. صحيح. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة سارة. الله يسلم جاء فيكم مشكورين عنها المداخلة وإني أعطتنا الفرصة أن نشرح تخصص الطوارئ. شكرا. الدكتورة سارة كأعظم استشاري طب الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث من استشفى راشد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن خدمات مركز الطوارئ في مستشفى راشد. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. خلكم ويانا. صحة وسعادة سمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برغام التواصل 6-005-5-1-4-1-4-4 ورسالة النصية على 4-0-0-6 حياكم الله فقرتنا الحين بنتكلم عن الحديث عن كيفية التعرف على المسن المكتئب وهذا الصراحة يعني له دور كبير فأن الشخص يتعرف إذا الشخص مسن عندك وعنده بداية اكتئاب أو حتى اكتئاب مرات الأعراض ما تكون واضحة بالصورة يعني اللي متعارف عليها فأول ما نتعرف على هالشي وكانت الأعراض خفيفة يعني حتى سهولة التعامل وسهولة العلاج تكون أكثر عن إذا كانت الحالة متفاق أو تكون الحالة يعني استمرت فترة طويلة بنتعرف على هذا الشيء مع الدكتورة زينب فتحي السيد أخصائي طب المسنين بمستشفى راشد صباح جراب الخير دكتورة زينب صباح الخير أهلا دكتورة صباح النور أهليك أهليك دكتورة طبعا وحدة من أهم الأعراض يعني من أهم ما نقول الأعراض بس نعرف في المسنين مرات يتعرضون لحالات الاكتئاب ومرات ما تكون هذه العلامات واضحة فحبين نتكلم أكثر عن هذا الموضوع بالنسبة لأكتئاب المسلمين هو الفرق مثلا من المسنة للسن الصغير نعم أن المسنة ما بيجيش يبلغك أنه هو مكتئب صحيح يعني مش هيدي أيش تكي يقول أنا حزين أو ضعلان أو أنا مكتئب أو عندي مشاعر ما يدل فيها الاكتئاب الأعراض بتاعة المسنة بالنسبة الاكتئاب تختلف بشكل كثير عن الأعراض بالنسبة لإنسان العيش سنه صغير الوضع ده لأنه هو بيشوف المسنة أو لما بيكون الوالد أو الوالدة بيوصل لمرحلة عمرية معينة ما بيشوف إنه هي مش مش منطقي إن أنا أجي وأشتكي في رقم واحد لو عنده مشاعر الحزن لأنه بيبقى شايف إن الموضوع ده كبير إنه هو يجي يشتكي يقول حاجة زيدي وهو كان قريب ناس كلها معتمدة عليه فالأعراض اللي بنلاقيها بنواجهها ويلازم أهلا الزوجة أو الزوج أو الأولاد أو أي طرف بياخد بياخد باله أو مقيم على الرعاية بالنسبة للمسلم ياخد باله منها عشان خاطر يتوجه للطبيب عشان يعمله فحص بالنسبة للحالة النفسية والحالة الطبية من أهمها قلة النوم نعم قلة الأكل أو عدم وجود شاهية العذوف عن النشاطات اللي كان بيعملها أو متعود بيعملها بشكل دوري والمزاج الحزين من غير داعي من غير ما يكون في سبب واضح العزلة التهجم أو يكون عصب يزياد عن الرزوم على غير طبيعته استخدام بعض الأنفاض اللي هو ما كانش أساسا يستخدمها قبل البكاء من غير سبب واضح وفي الحالات الشديدة ممكن يوصل أنه يتمني الموت أو أنه يبتدي يقول عبارات أن أنا عد عليك أنا أنا بقيقه أنا ما بقيش زي الأول دي من أهم الحاجات اللي هي الأعراض اللي هي تدل أنه في اكتئاب نعم في حال وجود الأعراض دي المفروض يتوجه ضائع على طول للطبي صحيح الأخصائي في طب المسنين بحيث أنه يقدر يعمله الآن الفرصات والاختبارات النفسية اللي بيها يقدر يستوعب إذا كان المريض دوت عنده اكتئاب فعلا ولا فيه أعراض مصاحبة أخرى لأن ممكن المزاج اللي هو احنا بنسميه اللو موت المزاج المكتئب ممكن يكون سبب بعض الأمراض العضوية مثلا قصور في الغداء ورد أنها تحصل مع كبار السن ما بتطانش زي ما بيكون واحد برضو شاب صغير هيجي يشتكي من الأعراض صحيح أسباب الممكن اللي بتدور عادة بالنسبة للإكتئاب بالنسبة للمسنين بتبقى أسبابها تدور عادة حول الفقد سواء بقى فقد شخص عزيز فقد العمل فقد السلطة فقد المسؤوليات اللي هو كانت عليها إحساسه بأنه بعد عد على غيره عدم المقدرة على المشاركة في بعض النشاطات اللي كان بيعملها طبعا الوجود بأمراض مضمنة تعيقه عن أنه يقوم بأداء الوجبات العادية اللي هو ممكن يعملها ظهور مرض مفاجئ مثلا أقعده ما ما يقدرش أنه يقدر ياخد من نفسه سواء للكير العادي الاهتمام الشخصي فيبتدي يحس أنه هو عبق على غيره بالنسبة للأشخاص اللي حوالي فعشان ما يضيقش الناس اللي حوالي يبتدي ينعزل ويتجه إلى المزاج المكتئب مهم جدا أنه نعالج المزاج المكتئب أو الاكتئاب عند الموسمين لأن من غير ما يحس وده موجود يعني بيكون في العقل الباطل عندهم من غير ما بيكونوا هم قصدين لما بينعزل وبينقطع عن يبتدي أنه ممكن ينقطع عن الشهية مع بيكون سوء التغذية سوء التغذية توصل إلى أمراض الجفاف وأمراض سوء التغذية عزلته وأنه يبقى قاعد ممكن يكون يتحرك بس العزلة تتيبس للمفاصل ضمور في العضلات لو أصبح قاعد ممكن يدخل في مشاكل تقرحات الفراش وده بالتالي يؤدي إلى تدهر الحالة الصحية صحيح حتى الاكتئاب بيزيد عليه أكثر طبعا كل ما يعني إحنا لو ما حاولناش نعرف أو نحس بهم بالشكل السليم هو مش هيجي يقول المريض مش هيجي يشتكي فلازم عندنا في اللي هي سوشال سابورت يعني أنه يبقى في تضامن وتكاتف ما بين الأسرة نفسها ما بين المجتمع ومع وجود الطبيب صحيح لأن الأعراض بداية بتطلع بس الواحد يمكن ما يكون منتبه لها بيعتبر أن يعني كعراض عادي أو أن هو مع تقدم يعني كثير أو بيعتبر أنه مع تقدم العمر صحيح لا هذا شيء مش طبيعي لأن مع تقدم العمر المفوض الإنسان ما زال لكل فئة عمرية لها المنشاطات بتاعتها لها نسبة السعادة بتاعتها وليها الاهتمامات بتاعتها صحيح فلما نوصل لمرحلة عمرية ونقول لا هذا خلاص أنا ما عليش فيه كل إنسان ربنا أهداء الحياة للحق يعيشها بأحسن كفاءة موجودة وأظن هذا موجود عندنا هنا والله الحمد 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 دكتورة بعد التشخيص يعني بيكون فيه علاج طبعا فبالنسبة للعلاج كيف يكون أو شو أنواع العلاج اللي تعطونها لشخص المسن اللي عنده بواد الاكتئاب أو حتى الاكتئاب طبعا إحنا مع الأساسمنت بنشوف كان فيها فيه مرض عضوي زي ما أخبرت طبقا أنه ممكن يكون قصور في الغضة الضرقية لو فيه قصور في الغضة الضرقية بنعالج الغضة الضرقية وبالتالي المفهود المزاج بتاع المريض يبتدي يرجع بالطبيعي لكن لو هو مجرد اكتئاب مصاحب لبعض الأمراض اللي هي يعني الأمراض المثمنة أو هو اكتئاب لوحده بيبقى فيه العلاج بيبتدي دوائي وعلاج نفسي وعلاج اجتماعي العلاج الدوائي بنبتدي بأدوية مضادة للإكتئاب بيستمر عليها المثل إذا كان فقط العلاج يعتمد طبعا على درجة الإكتئاب اللي هو جاي بيها نعم طبعا إحنا بيعتمد من درجة لأخرى في ناس تبقى تماما ممتنع عن الطعام صحيح دول بيستوجب وجودهم في المستشفى عشان نقدر إحنا نبتدي معهم بالعلاج بحيث نقدروا ياخذ الأدوية لأن اللي بيمتنع عن الطعام بيمتنع على الأدوية أكيد واللي كبداية الاكتئاب ونبتدي معهم بالعلاج الدوائي مع المسنين عشان كتير قوي من الناس تتخاف من العلاج الدوائي بالنسبة للمسنين نحن نبتدي بجرعة بسيطة وبناء عليه بنبني الجرعة على حسب استجابة المريض واحتياجه لي نعم لأن المسنين لازم بيعامل بالنسبة لي كعمليات الأيد وتخريج نسبة النسبة الدوائية في الجسم فبنقيس بذلك نسبة الدواء اللي هو يستحقها قد إيه كفاءة عمل الكلاب النسبة وقد إيه هل فيه أعراض جانبية ولا لا وبناء عليه بنحط الدواء على حسب من مريض آخر حسب استجابته وحسب الأمراض المصحبة لي ممتاز وندي تعليمات طبعا للأهل إنهم يبقى فيه سوشال سبورت أكتر ما يبقاش موظم لوقت عجل وحده المشاركة في طريقة التعامل ما يبقاش إن إحنا بنديله أي تعامل بشكل أو ما كنت أديله إنه هو دواجب لازم يعمل ولا إحنا نبتدي بنفسنا وعلى سبيل المثال مثلا أنا في شيء إشكالية علي مثلا في نقطة معينة يا أبويا ده أنا أنا مش عارف أو طبها تقدر تساعدني فيها في حلها صحيح نبين دورهم نبين دورهم طبعا بحيث إنه أنت ما زلت في حاجة لي صحيح ومحد سبحان الله ما حد يقدر يستغنى عن خبراتهم يعني خبراتهم هذه يعني ما أخذوها بس من أخذوها من دروس في الحياة يعني ما حد يقدر يستغنى عن خبراتهم كذلك خبرات المسلمين أو الوالد أو الوالدة أو سواء الخال العم فيه والله أنا أشوف النماذج جميلة جدا في العطاء من البر بالنسبة سواء للأباء أو للأجداد من الأحفاد أو من الأبناء كل ما كان فيه ترابط عائل كويس النتيجة كذلك النتيجة النتيجة تكون جدا ممتاز نتيجة تحسن الحالة المرضية للمسن أو الوالد كذلك يستحسن عدم تجميب الوالد أو الوالد يعني نحطهم في المشاكل ونحل المشاكل قدامهم من ضمن الحاجات المفروض يبقى الواحد ياخد باله منه صحيح لما يكون محتاجين رأيي يتحط رأيهم هو أول حاجة ويكون حسنين رأيهم هو المستخدم لا نبعد عنهم النشاطات البسيطة اللي المعتدين يعملوها يعني كل ما بعد عن النشاطات كل ما قدينا إنه هو حسن إنه هو مش محتاجين به زائد إنه من يجيب دمور في الخلايا أساسا المخية وبالتالي بيفقد الوظائف المفروض كان بيقوم بيها بشكل عادي اعتيادي وابتدين وإحنا مش حابين ندخل في مشكلة نسيان مع الدكتورة هذه نقاط جدا مهمة صراحة الموضوع دكتورة جدا مهم وداهمنا الوقت بس الحمد لله طرقنا لمعظم الأشياء فيه وخاصة الجانب العلاجي ونشكرتش أنت ذكرت شيء مهم ليهو دور الأسرة كذلك والمحيطين بالمسن كذلك في تحسن حالة سواء الصحية وكذلك النفسية نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة زينب التسلمي شكرا قزيلا دكتورة زينب فتحي السيدة خصائطة بمسني بمستشفى راشد شكرا لك شكرا شكرا مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن كيفية التعرف على المسن المكتئب واتطرغنا مع دكتورة زينب كذلك للطرق العلاجية لهذا المرض طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال في التنسيق مير المري وفي الأخراج ونضمن نوائل الغواسمة يعطيكم ألف عافية ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي إن شاء الله نلقاكم باتشر على نفس التوقيت الساعة عشر ودومتم بصحتهم وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر